يجب أن يحصل على البنوك لا يدفعوا درايب على العالم الذي لا يدفعوا مصاري لماذا يحبون مصيرياتهم ونحن نحن نمشي البلد لا يريد أن نفوت الاختصاد بطريقة كمان لا يستطيع أن نعيش لا يستطيع أن نعيش لماذا علينا أن نقوم بعمل الهيركات؟ يجب أن نقوم بعمل الغناية يجب أن تكون الهيركات على صحابة الأموال الكبيرة ليس على الشعب الفقيد السورة مستمرة وما رح توقف وما رح نطلع من السحات بغض النظر عن كل الحركات الحزبية اللي الدولة عم تجرب تعملها لتخوفنا لتطلعنا من السحات نحن هون وحول ما يتعلق بالوضع الاقتصادي في لبنان تنضم إلينا هنا في الستوديو زميلة ريمة النجار موذيعة الاقتصاد في قناة العربية مرحبا بك معنا ريمة إلى هذه النشرة مرحبا بك نورتينا في الحدث بداية ريمة دعينا في الصورة أكثر لفائدة المشاهد الذي يتابعنا أيضا نظرية الهيركات الاقتصادية ماذا تعني؟ نعم كلمة أو مصطلح هيركات نسمع به كثيرا في الفترة الأخيرة والمصطلح الصحيح باللغة العربية هي اقتطاع هلا للتوضيح والتطمين لا يوجد هيركات على الودائع العملاء في لبنان حتى الآن يوم أمس كان في اجتماع بين حاكم مصرف لبنان وبين رئيس جمعية المصارف اللبنانية وأيضا الرئيس اللبناني ميشيل عون وتم الموافقة على عدم اللجوء إلى الهيركات ما هو الهيركات؟ هيركات هو اقتطاع نسبة مئوية من ودائع العملاء وهي تحتاج إلى مشروع قانون في البرلمان يحتاج إلى بعض الوقت ويحتاج إلى موافقة البرلمان لنعطي مثال على هذا الموضوع الهيركات عادة يطال الودائع والحسابات العالية عادة مثلا كان الحديث عن أكثر من مليون دولار فرضا حسابي أنا عشرة ملايين دولار في لبنان نسبة الاقتطاع 20% فهذا يعني أنا سوف أخسر بحدود المليوني دولار لأنه أنا حسابي عشرة ملايين ولكن هنا نأخذ بعين الاعتبار أن أنا على مدار سنوات لو فرضنا أنا حسابي كان على مدار عشر سنوات أنا استفدت كثيرا من الفوائد العالية جدا يعني أنا حسابي ليس فقط عشرة ملايين دولار يمكن أصبح عشرين مليون دولار فلذلك الاقتطاع يكون أو يطال الحسابات التي استفادت كثير من الفوائد العالية ولكن موضوع الهيركوت أو الاقتطاع هو ليس على الطاولة ويوم أمس تم الموافقة أنه لن يتم الوجوء إلى الهيركوت